كما يعتبر أيضا النائب الوحيد الذي شغل منصب نائب رئيس برلمان لمدة ثمان سنوات متتالية وقد أثار هذا الفوز أو التفوق العديد أو الكثير من الجدل والكلام دفع بقياديين من الأفلان إلى التساؤل حول الشعبية هذا الرجل إنه سيد جميعي محمد الذي زاد الكلام عليه حدة وتزمان هذا مع الأزمة التي يعيشها الحزب الأفلان المدة الأخيرة والتي رغم ذلك فضل هذا الرجل البقاء في الظل من يكون يا ترى محمد جميعي ماذا تخفي هذه الشخصية لماذا كثر الكلام حوله هل صحيح أنه له دور كبير فيما يحدث في بيت الأفلان للإجابة على كل هذه الأسئلة وأخرى نستضيف اليوم في عجزة ديد من حصة قضية ونقاس السيد محمد جميعي سيدي أهلا وسهلا بكم شكرا أهلا بك وأشكرك كذلك على هذه المقدمة وأشكر قناة النهار على هذه الاستضافة الكريمة شكرا سيدي سيد جميعي نرح مباشرة للسؤال اسكن سيد جميعي كثر الكلام حتى يقال أن السيد جميعي هو لغز من الألغاز التي لم نتعرف عليها شكرا لله جميعي كانت عندك مقدمة فيها بعض النقاط التي تخص شخصي مناظل من حزب جبهة التحرير الوطني من عائلة مجاهدة بولاية تبسة كما قلتم أو تفضلتم خريج الجامعة الجزائرية كما كانت لنا دراسة بالخرج الجزائر وأنا الآن نائب المجلس الشعبي الوطني للعهدة الثالثة على التوالي كما أني أشغل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إذن محمد جميعي هو مواطن من المواطنين الجزائريين عاديين شخصية عادية مؤكد هي فيه فرصة أن الناس تطلع علينا صوتا وصورا قلتم سيدي أنكم مناظر في جبهة التحرير الوطني إلا أنكم في العهدة الأولى يعني عهدة 2002 حتى في العهدة الثانية 2007 نجحتم أو تحصلتم على مقعد في المرة الأولى مقعد برلماني وفي المرة الثانية مقعدين يعني قائمتكم تحصلت على مقعدين إلا أنكم ترشحتم على قائمة حرة وتقولون أنكم أيضا مناظر في حز جبهة التحرير الوطني نعم ليس هناك نوع من التناقض في رأيكم؟ لا ليس هناك تناقض ولا أي شيء يعني أنا لما قلت مناظر في حز جبهة التحرير الوطني مناظر أملك بطاقاتي منذ قبل أن أتخرج من الجامعة الكلام يعني موثق وبالدلائل نعم في 2002 شاءت الصدف أن أترشح أو أن أطلب مقعد بالمجلس الشعبي الوطني ذمن قائمة حرة عن ولاية تبسة وكان تأييد لمناظر الولاية وبوؤوني هذه المكانة كما كان ذلك كذلك في 2007 كنت رأست قائمة حرة لكن خلال العهدة الأولى أو الثانية كان دائما طريقه وتدعيم للأفلان الحمد لله ما رحناش الحزب واحد آخر ولعلم الجميع أنه في سنة 2002 ملف كان موجود بالأفلان لترشح ضمن قائمة الأفلان لكن شاءت الأقدار أنه لما كان لي ضمن تلك القائمة فترشحت حرق أقسيتهم من الترشح ليس إقصاء لكن جبهة التحرير يعني عليها دائما ضغوط كبيرة وها مناظر جديد أنا ذاك أو متقدم جديد للترشح في 2007 كذلك كان ملف ضمن ملفات جبهة التحرير الوطني لأن أكون في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني مرة أخرى ولضغوطات معينة لم أستطع أن أتحصل على مقعد ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني وكان ترشحي كحر بالتنصيق مع قيادة جبهة التحرير الوطني وكذا موافقتها على ترشحي ضمن قائمة حرة لم تكن مرشحاً موازياً إلى فلان لم أكن دائماً دعماً لجبهة التحرير الوطني سواء في مجلس الشعبي الوطني خلال عهدتين والكل يشهد على ذلك وكذلك من ترأسوا المجلس الشعبي الوطني يشهدون على ذلك جيداً أن طريقنا وبرنامجنا هو برنامج جبهة التحرير الوطني كما كنت داعماً لحزب جبهة التحرير الوطني منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا حتى في الانتخابات المحلية والولائية وانتخابات مجلس الأمة كنت دائماً مدعماً وبقوة لنجاح أو إنجاح قوائم حزب جبهة التحرير الوطني والميدان كذلك يشهد على ذلك إلا أن في التشريعية الأخيرة يعني ترأستم عدتم إلى البيت من قوسين عدتم إلى اللفلان ترأستم قائمة اللفلان وتحصلتم على خمس مقاعد لقمس مقاعد من ثمانية التي طرحت في المنافسة في الولايات بسا نعم بعد المرة الأولى أو المحاولة الأولى لم يكن لنا الحظ 2007 لم يكن لنا الحظ أننا أن نكون ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني في 2012 أو انتخابة 2012 لما قدمنا ملفنا كانت قيادة جبهة التحرير الوطني يعني ذكية جداً واستفادت من الرصيد يعني أو عدد الأصوات التي تحصلت عليه في 2002 و2007 يعني خذت كل هذه المعطيات بعين الاعتبار وعطاتنا قيادة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني وكانت قائمة متفوقة وشكراً لأهل تبسة مرة أخرى أنهم أعطوا ثقة في تلك القائمة وعطونا خمس مقاعد من بين ثمانية سيد جميعين فرضوا أننا مثلاً أن ملفكم طلبكم لترشح على قيمة الفدن يرفض للمرة الثالثة هل كان في رأيي سيد جميعي أنه سوف يترشح على رأس قائمة حرة للمرة الثالثة هي في الحقيقة يعني ليعلم الكثير أن أصعب شيء هو الترشح حر إنسان يترشح من غير حزب من غير مماردين كشخص ويترشح يعني لو لم تكن لو لم يكن الإسم ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني يمكن في هذه المرة الثالثة لأن الإنسان يعيى مرة الأولى في 2002 ليس بالسهل وفي 2007 كذلك ليس بالسهل وتقود كذلك خمس سنوات يعني كحر كنائب حر تزيد خمس سنوات بعدها كنائب حر يعني الإنسان مهما يكون يتعب ويعيى ويمكن ما يوفيش ما يوفيش كشخص بتعهداته أمام المواطنين سيد جمعي كا دوني أمبلش كو يعطى المزيد سيد جمعي اللي يعطى اللفلان ولا اللفلان اللي يعطى سيد جمعي بالنسبة لي ترشحوا في الانتخابات الشرعية الماضية هل يتعبون أكثر من الانتخابات الشرعية الماضية هل هو الحزب أو هو سيد جمعي هي بالنسبة لي لن أتطاول على الأفلان ونقول أني أعطيته أكثر أو أعطيته من رصيدي لأن جزء لا يتجزأ من هذا الحزب والدليل على ذلك كما قلت أنه ترشحي لعهدتين كحر تحملت كل تلك الأتعاب بالرغم أنه فيه كثير من الأحزاب خاصة خلال العهدة الثانية اللي طلبت ترشحي ضمن قوائمها لكن كنا رفضين لأن طريقنا طريق واحد إما مستقل مؤمن بمنهج جبهة التحرير الوطني وإما لن أترشح تقريبا نقدر نقول هي العلاقة كانت تكاملية علاقة تكاملية ما بين جبهة التحرير الوطني وما بين يعني الناس اللي كانوا مأيديني أنا للترشح وكان الحمد لله نجاح باهر لحزب جبهة التحرير الوطني وكل إلى ذلك النجاح كذلك بنجاحات ضمن الانتخابات البلديات ونجاحات كذلك ونجاح في قائمة قائمة الانتخابات الولائية وكذلك تحصل جبهة التحرير الوطني على السيناتور كذلك نعم في نفس السنة تقريبا كانت نجاحات متتالية بفضل هذا التكامل نعم بين الطرفين وبين تقريبا هي في الحقيقة حتى المدعمين لشخص محمد جميعي في السابق هم يعني من حزب جبهة التحرير الوطني يمكن إذا لم أترشح في تلك العهدتين كان حزب جبهة التحرير الوطني استفاد من كثير من الأصوات اللي تحصلت عليها يقال ترجمة نانسي قنقر